اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتسبها عند الله شهيدة كانت بتعالجك وبتعالج ناس كتيرة جدا قدر الله ان تصاب بالمرض فما يكونش جازتها ان احنا لما نيجي نكرم هذه الطبيبة نقف ونقول مش الكل بعض الناس وقفت ومنعت ان تدفن هذه الطبيبة الطبيبة مثلها كمثل الجندي في المعرقة لو جندي استشهد في المعرقة بيدفن ويكرم ويحتسب عند الله شهيد هذه الطبيبة هي في معرقة واستشهدت عشانك وعشاني وعشان تفدي ناس كتيرة جدا وتعالج ناس كتيرة جدا فما يكونش ده جازتها اللي بعض اقلية مأجورة تمنع دفن هذه الطبيبة ياريت كلنا نحافظ على اننا نفضل كتلة واحدة ونفضل شعب واحد نحافظ على بعض ما نهنش بعض يا جماعة ما نهنش بعض واحنا في شهر داخل علينا شهر كريم داخل علينا شهر رمضان ياريتنا تكاتف عايزين نعدل ازمة عايزين نحترم بعض عايزين نحترم الجيش الابيض الاطباء اللي هم بيضحوا بارواحهم وحياتهم وبكل حاجة عشانك وعشاني ياريت ما نشوفش الحاجات دي تحصل تاني وياريت مصر تفضل بشعبها وبقادتها وبحكومتها ايد واحدة عشان نعدل لجاي عايزين مشاهدين فاصل ونعود اليكم بعد قليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة